عملية نوعية كان للتغيير أن تتفرد بنقلها عبر تشكيلات قيادة عمليات الفرات الأوسط ودعم القوة الجوية لملاحقة عصابات الإرهاب في صحراء الأنبار وصولا لمنفذ عرعر الذي يربط السعودية بالعراق لزيادة الأمن والإطمئنان على سلامة المواطنين نحن حاليا موجودين في صحراء الأنبار هذه المنطقة المحصورة بين النخيب ومنفذ عرعر هذا القاطع تابع إلى لواء 41 تابع إلى قيادة عمليات كربلان مقدسة اشترك في هذا الواجب ثلاث تشكيلات زائد فرقة العباس القتالية لواء 41 ولواء 18 ولواء الخامس الحدود زائد فرقة العباس القتالية كل هذه التشكيلات تقدمت عدة محاور باتجاه صحراء الأنبار تقريبا حاليا 50 كيلومتر هذه المنطقة تابعة إلى قيادة عمليات كربلان مقدسة الغاية من هذا الواجب هو تبتيش المنطقة بصورة كاملة من جميع النواحي اشتركت بهذه الواجب الجيش والحجد الشعبي وطيران الجيش وكذلك طيرات مسيرة والقوة الجوية بالتنسيق مع القيادات العمليات المجاورة لقيادة عمليات كربلان مقدسة العمليات شرعت بتعاون قوة من الحجد الشعبي تم من خلالها اعتقال بعض من المطلوبين قضائيا ومتابعة المجرمين حسب مصادر استخباراتية في ذات المناطق باستخدام أجهزة متطورة وطائرات مسيرة ذات تقنيات ترصد المجامع المسلحة هذا العمل تم تنفيذ اليوم بعد تخطيط استمره عدة أيام اعتبدت فيه أساليب نوايا العدو وأساليب قتائته وليستثمار كل النقاط الضعف اللي يعد العدو لتعزيز العمل ومطارته وتجنبه أن يقوم بالتملص باتخاذ خطط مستمره مستمر العمل الاستخباري في متابعة المجامع الإرهابية ثم يلقى القبض عليه عدد منهم قبل فترة وأرسل أحدهم والحمد لله على ظهر أيضا المعلومات التي حصل بها ديناتحركنا حاليا عمليات عسكرية شملت جميع المنافذ الحدودية المؤدية إلى العراق لمتابعة فلول داعش الإرهابية مع اشتراك جميع القوات المسلحة العراقية لقناة تغيير الفضايا جاسم الهميم منفذ وعرعر ترجمة نانسي قنقر